السلام عليكم معكم محمود من قناة تروا لايف. دي الحلقة التانية من المتابعة المستمرة والتغطية المستمرة للوضع في اوكران. الكلام بيتطور ساعة عن ساعة. كل ساعتين تلاتة بيجي لنا معلومات جديدة او بتظهر لنا حقائق جديدة. زي ما قلنا في في التغطية اللي فاتت ان هنا في عندنا النقطتين وعندنا ماريوبول زي ما قلت لكم ان ماريوبول على البحر وليها اهمية زي اديسة كده فهيبقى مهتمين جدا ان هم على اقل يعزلوها. لكن المؤكد دلوقتي ان احنا امام عملية احتلال منظمة. مش خاضعة لتطورات الموقف في معركة ولكن لا هي خطة مصبخة فعلا احتلال. اه اقدر اكد لكم بنسبة خمسة وتسعين في المية دي عملية احتلال كاملة ولكن هتستمر للخطة اللي قلتها لكم قبل كده اللي هي الواحد والاتنين اللي هي القطاع الشرقي يتاخد كله ويترك الجانب الغربي ولا عملية احتلال كاملة شاملة لان اه سمعة اه دوي انفجارات في لوتسك ولوتسك دي في الغرب. فاحنا عندنا اه حالة كاملة او يعني هجوم شامل منظم على كافة اه المناطق اللي موجودة في اوكرانيا. فاحنا اه يعني لو رجعنا بقى ايه مقابلات الرئيس بوتين اه في التلاتة اربعة تيام اللي فاتت. بداية اول اه مقابلة كانت مع ماكران مع فرانس تخليها بالدول مع فرانس رئيس فرانس بعد كده مع شولتز رئيس اول مستشرف الالماني وبعدها على طول لو تفتكروا كان مين كان مين الرئيس الايراني ثم بعده مين حد فاكر الييف رئيس الهام الييف رئيس ازاربايجان كل نقطة من دي لها معنا هنتكلم معاكو في هدلوقتي ثم رقم خمسة النهاردة مين قابل مين النهاردة حد عارف انا عارف رئيس وزراء باكستان ده معناه ايه التلاتة الاخرين بالذات الاثنين الاولين احنا فاهمنه احد اوروبي بيجس نبضهم وبيتطمن ان هما نايمين في العسل بينما ده وده وده احلقتهم بقصة وليه في اليومين دول ده دول هما وقت الازمة ده قبل الضرب ودول الاثنين دول رئيس ايران قبل الاعتراف بلوهانسك ودانيتسك والهام الييف رئيس ازاربايجان قبلوا بعد تاني يوم على طول اما اعترف باستقلالية دانيتسك والوهانسك ثم بعد عملية اللي ام بها يوم 24 فبراير فجرا باكستان بعد العملية النهاردة قبل رئيس وزراء باكستان عبدالقادر او قادر خان مش فاكر اسمه المهم احنا دلوقتي اه عشان نعرف بس ردود الافعال عندنا في تركيا رجب طايب ايردان ايردان النهاردة اكد انه في ظهر اوكرانيا وانه احنا هندعمكم وانه احنا معاكم ندعمكم بقوا معاكم ازاي وليه دي طبعا حاجة مش مفهوم اوكرانيا يعني دولة مسيحية وتوجهها اوروبي والاتحاد الاوروبي ما بيحبش تركيا وتركيا دولة مسلمة والوضع يعني مش لطيف قوي يعني يعتبر بين البلدين زي ما احنا فاكرين ولكن الواقع لا هو لطيف قوي لان عدو عدو صديقي اه في ناس تقولك بس اوكرانيا وروسيا حلف قوي جدا وبتعدى حلف مصلحها وايكساء قوي قوي وهنا برضو مصلحة حالية حلو قوي قوي ودي سياسة العرب كتير ما بيفهموهاش ما لا يؤخذ كله لا يترك كله فالمنظومة دي فيه هنا عداوة او عداوة كده فتركيا كانت مع روسيا مبارح وتقعد مع اوكرانيا النهاردة من غير ما تخسر روسيا واقفة مع اوكرانيا ضد روسيا هتدعمها ازاي ده اللي هنعرفه الام الجاية ولكن عايز تعرف القصة كاملة بوجهة نظر خاصة بي انا احكيها لك في حلقة جاية ان شاء الله احكي لك بقى ايه التلات دول دول ليه لان دول على فكرة ايران كانت حلف اساسي لتركيا انقلبت عليها لسه من قريب فراحت تركيا تحلفت مع دول الخليج واستلحت مع الامارات وعلشان تعمل حلف ضد ايران رحت روسيا انتهزت الفرصة وعايزة تشوف ايران تجس نبضها وسط تركيا ايه ناظرباجان نفس الكلام حلف مع تركيا لسه ماضيين اتفاقية من كم يوم ولا من عشرة ايام فبرضو روسيا بوتين جاب الييف يشوف الجس نبضه ايه يقول له يعني فيما معناه ما نعرفش طبعا الكلام كتير في الخطبة بتاعته كلام ما نفهمش مغزاة الا اما نبقى عارفين وجهة النظر المسبقة على المسرح السياسي قبل العشرة ايام او قبل خمستاشر يوم ان ازرباجان ماضية اتفاقية جديدة مع تركيا اتفاقية دفاع مشترك ولكنها فاترة شوي لكن روسيا عايزة تستبق وتاخد ازرباجان في طرفها وبشكل اعتقد فيه نوع تهديدي شوي اللي هو اه كازخستان كانت مبارح وازرباجان ممكن تبقى بقر اعتقد التهديد بيبقى اه فحواكد اخر حاجة باكستان ده حليف تركي حليف مع تركيا فبرضو روسيا عايزة تضمن انت معانا ولا علينا لان اعتقد لو انتهوا من الكعكة الاوكرانية بعدها الكعكة التركية ولكن تركيا هي كعكة كبيرة وصعبة شوية فمحتاجة شوية حشد واتفاقات وتربيطات وهي دي النقطة اللي هتكلم فيها في حلقة تانية مفصلة بعد ما نخلص من الازمة والعركة اللي احنا فيها نمسح ده كله ونكمل في الحروب اللي زي دي غالبا بيكون استراتيجيا انت بتاخد لو هتحتل بلد كاملة كبيرة زي دي انا قديك بقى يعني خلاصة الحرب العالمية التانية الاستراتيجيات او حتى قبل الحرب العالمية التانية كان الاحتلال بيبقى المفروض مرحلي ان انت بتوصل لمانع طبيعي زي النهر كده او جبال او منطقة لازم تكون منع طبيعي وتتوقف عندها وقفة تعبوية الوقفة التعبوية دي يعني لازم تكون بري ومشامي كانيجي يعني الوية وافرع تكون وقفة بشكل مثلسي كده مثلس مقلوب بحيث ان القاعدة بتاعته تكون الامام والامدادات خط الامدادات يكون مؤمن من الخلف لان انت متضمنش من وراك الدنيا في ايه بعض الاحيان يعني ولكن ده اللي اعتدنا عليه يعني انا مش مطالب ان انا اشرح لك كل الاستراتيجيات العسكرية في حاجة ممكن ما تحصلش خالص في الوضع الوكراني ولكن احتياطي اقولك الدنيا ممكن تبقى ماشي ازاي لو وقفنا على المانع الطبيعي ده طيب في حد يقول لي لا احنا مش بصدد احتلال كامل وهتبقى المنطقة دي كده بس ولكن انا لسه سامع خبر ان بيقولك ان فيه انزال فيه سومي سومي يا جماعة طيب احنا فيه سومي وخاركف في هذه المنطقة في يعني اه مدام في نية ان احنا نبقى ورأ اطار الدنباس اصلا يبقى معناها ان انا مش هتوقف هنا قبلا واحد طب في حد يقولك طب انا علشان بس فيه بيلاروسيا هنا فبرضو عايزة تاكل يعني ما ينفعش يا باشا في الحرب دي مفيش حد هاكل غير روسيا اه بيلاروسيا هتخدم علشان تضمن ان هي ما يجرلهاش حاجة هتخدم على الليلة بس كده من وجهة ناظر يعني المتوضع هتخدم على القصة بس اه ولكن تقريبا ملهاش دور فان حتى انك انت تتوقف عشان حدود بيلاروسيا او اللي حاجة لا ما اعتقدش انها هيحصل حاجة زي كده لازم يقى فيه مانع طبيعي لازم توصل لنهر الدنيبر مع دم ضهر الدنيبر يبقى لازم المنطقة العنيفة دي تخشها مشاه وتأمنها في الاول بطيران ومدفعية المدفعية بتاعتك لازم تكون محطوطة على البروز بتاعة منطقة الدنباس ولازم تكون مقام من مواني ما ينفعش ميناء يبقى فاضي عنك لان هيجي لك النيت وهيجي لك امريكا اه اي عمليات قذرة ممكن تحصل عمليات قذرة يعني مثلا مش جيوش نظامية عصابات اي شيء بتاعة اي بلد ما تفهمش اه هل فيه دول اه اجنبية او دول غير اوكرانيا وروسيا في الحرب دلوقتي اكد ازعم انه نعم ولكن ما نعرفش عنهم حاجة اه الحرب البرية حد يعرف عن حاجة دلوقتي محدش يعرف عنها حاجة طب شغالة فين في حرب برية شغالة مسلا غير في منطقة الدنباس في منطقة تانية الاجابة نعم في مناطق فيها اه اشتباكات وآدسة لسه سامعين برضو خبر انه بيقولك ان مبنى شركة الكهرباء او محطة قطار لا شركة كهرباء في احد اه اه ادواحي بتاعد ادسة لقوا جنود روس رفعين عليها العالم الروسي ممكن يكونوا مش جنود روس ممكن يكونوا مثلا من الموالين للروسيا فقط الله اعلم فاحنا امام عملية احتلال كاملة انزال هنا وانزال في ماريوبل شبه مؤكد وانزال في سومي اذا انت اه في بصدد عملية احتلال وعملية احتلال يعني عندك ما لا يقل عن خمسة واربعين يوم من القتال على الاقل لحد بس ما ما تخرج من المعمعة او تخش بريا وتأمن نفسك لحد هنا حتى ما توصلش لنهر الدليبرا وده تقدير خاص بي انا بناء على حاجات معينة على اساس معرفتي بالبلد دي وعلى اساس معرفتي ان الجيس الأوكراني مش لوحده فممكن يبقى فيه معاوقة مقاومة صعوبات حتى الان احنا حسين ان المعركة ماشية في اتجاه واحد وده مش صحيح طيب اما ايه الصحيح صحيح وضفنا الدنيا كده علشان اقول لك الافكار هل اوكرانيا تعتبر آآ عملية الاحتلال دي آآ علشان ما قرد طبعية مسلا ولا ولا صرعات اقليمية او كده لا خالص السبب هو انها حاجة عقدية يقول لك دي بتعتنا من زمان هي الفكرة كده يعني ده تبعنا من زمان ودي ارض وفيها روس الفكرة يقول لك اصلي فيها روس في ناس بتتكلم لغة روسية جو صح ولا ايه? عندنا منطقة قديرة زي غير كيف? في ديتومير ديتومير يعني او بص يا جماعة اصلا اوكرانيا يعني عشان بس تنبقى واضحين في الصورة اقول لك على حاجة لطيفة يعني هي التوزيع الجغرافي بتاعها حلو جدا السكان او توزيع الديموجرافي السكان يعني حب هنا حب هنا حب كتير بقى هنا بقى هنا بقى خرسون وزابريجيا يعني هتلاقي في كل منطقة طلع لك قرى وناس فامتقسم حلو فلا احتلال مش صعب يعني مش صعب ومش سهل يعني ان انت تخش في مسافات البيانية وتوصل لحد النهر وتعسكر وتقعد بقى تأتل بقى والعيض بالله في الناس دي لا حرام يعني كتير قوي ده ناس كتير قوي فيقول لك لا ما ممكن مهجرهم وتهجر مين مهجر مين ده في ملايين وليهم استثمارات وحياة انا مش عايز اخش في تفاصيل كتيرة خلينا ننظف الدنيا دي واقول لكم انا عايز اقول لها انا في النهاية يا جماعة عايز اقول لكم ان زي ما قلت في الاول وباكد تاني ده عملية احتلال جامل جامل تعليمات واضحة والشغل على الارض واضحة وان سومي يبقى فيها انزال او دخول دبابات معناها ان خاركف بالفعل فيها اشتباكات ما انت مطلع ليش عند هنا ودي لسه في ناس يقول لك لا اصل جايين بقى من مينسك ولا حاجة من بلاروسيا او جايين من الشمال معلش همعلم يدخلني هنا يدخلني هنا بس دي مدينة كبيرة بس خاركف لو سختت او لو بقى عليها ضرب كبير او عليها شغل كتير عسكري معناها ان تقريبا اربعين في المية من المعركة لان مجرد وصلك لخاركف وتحوضها حتى لو ما دخلتهاش اربعين في المية من احتلال اوكرانيا كلها يكون تم لان دي حالة حالة من البانيك والرعب هتخلي كل الناس تنزح وفي مدن هتفرغ الى حد ما ما نعرفش الازمة الانسانية اللي ممكن يحصل اجرالها ايه اخر نقطة بقى عايز اتكلم فيها اللي هاي الناس بقى اللي بتقلش عليها ويقول لك ايه الاوكرانيات بقى هجلنا بقى دلوطن عربي وبتاعة لا هقول لك خريطة الهجرة الاوكرانية هتبع عاملة ازاي اه نساء وغير نساء رقم واحد اسهل حاجة بولندا خلينا نكتب عدل كده رقم اتنين اسطنبول تلاتة التشاك جمهورية التشاك اربعة دبي يعني عندك ده يعني انا مش هعمله مع الترتيب ان هما هيروحوا هنا الاول وهنا الاول لا هي الفكرة العدد العدد الكميات يعني دبي اكيد كلهم عايزين روح دبي الاول لكن الفكرة هتعمل ايه في دبي وتعمله ازاي وتروح ازاي يعني والطهيران على فكرة انسي تقول لكم طهيران واقف واقفوا في الاول منطقة الجنوبية بعد كده لك واقفوا طهيران في اوكرانيا كلها طهيران المدني توقف لأسف فاكبر كمية اكبر تعداد قول بقى ان الزوح بقى حسب يعني لو عندك مليون بينزحوا هيبقى مسلا ربعمائة الف ربعمائة وخمسين على بولندا تقريبا اربعين في المائة وخمسين في المائة اسطنبول برضو هتلاقي تلاتين في المائة التشاك يمكن بتصعب الدنيا شوية واحنا اتحاد اوروبي ويزيتوا ويعيشوا على الاوكرانيين فايدخلك مئة الف ولا دبي بقى يعني لأ عشان بسا الاتنين دول انت هتروحهم بري ممكن جوي بس يعني بري غالبا لكن اسطنبول جوي دبي جوي اسطنبول اسهل للدخول وهتفتح لهم الباب وبتاع دبي ممكن تقفل شوية تخايف تقلق فهي دي كانت الخريطة لكن في ناس يقول لك اه البنات اللي هتيجي بقى شارم الشيخ والغردقة نسبة ضعيفة جدا ما تحلمش للاردن ولا مصر ولا الدول العربية ان يجي لك كميات او كده يعني في ناس يقول لك النزوح بقى اللي دخل من الدنباس دخلوا على روسيا يعني كميات وناس اثر وارامل حالات صعبة جدا الناس من المحاصرة او قاعدة بقالها سنين في الدنباس دي كانت حلقة النهاردة مش هستور عليكو اكتر من كده اه ان شاء الله بعد تلات اربع ساعات هيكون فيه رسالة جاية حسب او يعني رسالة اه لاحقة فيها اه تفاصيل اكتر ومعلومات اه ربنا يسلم وتتوقف هذه المعركة المجنونة لان انا مش شايف انها مبررة ومش شايف انها محتاجة توسع قوي كده وربنا كريم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب ولكي نشوفكم على خير في حافظ الله سلام عليكم